النهاردة فيه الدوري الاسماعيلي فاز على مودرن فيوتشر بهدف دون رد هدف سجله المتقلق على فاكتة في القطرات الأكيرة مرار حمدي في الدقيقة 14 والهدف أمام حضرتك ده فوز كان في منتهى الأهمية للاسماعيلي في منتهى الأهمية بص يا سيدي هلو أول مشهد ده كمان أمور بمختلف الأعمار رايحين شجاء مثل بتحب الإسماعيلي اللي بجد يعني حرارة جوه وتفاصيله بتاعه إسماعيلي يعني جميل جميل إسماعيلي وجمهوره دايما يعني عايز قبل ما نروح للمبرارة اللي جاية أشيد جدا 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 إلى مالة نهاية بحد عامل شغله عظيم جدا ومش كتير مديين له حقه كابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون في الإسماعيلي عاملين ما هو أقرب للمستحيل على مستوى النتائج اللي بتحصل للموسم ده هتقول لك كريم لسه الإسماعيلي في مكانة مش عظيمة هقولك الإسماعيلي أصلا كانش مفروض يبقى في منتصف الجدول كده أو أقل شوية مش المفروض أصلا مفروض يبقى تحت خالص تبقى للظروف اضطرت بها لعيبة مهمة ما جبتش لعيبة مهمة كان عندك أزمة قيد لعيبة معظمها صغيرين مشاكل واعتراضات كل الظروف بتقول إن الأجواء غير مهيئة بشكل مثالي للنجاح الإسماعيلي على مستوى القائمة مع بداية الموسم تقول على مستوى الأسماعي لو كانوا انطقوا بأسماعي بقى الفرق إنه غالبا كده الإسماعيلي مش هينجوا السنة دي بس الأسماعي اللي انت كنت بتقول عليها إنها صعب تعين الإسماعيلي مع كابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون بقوا من نجوم الدول المصري يا مرار حمدي ده اللي عين بقت عليه عمر الساعي يا سلام يا سلام عبد الرحمن مجدي يفضل واحد من الأسماء الكبيرة نادر فرج وكل يوم يتحسن عن يوم اللي قابله شفت الأسماء اللي بقول لك ديت بسنا عبد الرحمن مجدي يعني كلنا من كم شهر ما كناش نعرف ما نعرفهمش ما بنشوفهمش ده شغله مدرب الإسماعيلي بصراح يدين لكثير من الفضل للكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون لابد أنا بقول كده الجميع النادي الإسماعيلي وبالتأكيد لدارة النادي الإسماعيلي الناس يا جماعة عايب تشتغل أنا عايز وإيه بقى انت جايب إيه انت جايب مدرب لمنتخب مصر سابقا يعني اسم جميل يعني مش مدرب وخلاص الراجب بيشتغل بيده واسنانه هو الناس اللي معاه صعب جدا أنا شايف إن الإسماعيلي في الوضع الحالي إلى حد ما الإسماعيلي يسير في الطريق السليم للوضع الآمن وتصوري إن الإسماعيلي هينهي الدوري في مركز جيد المركز العظيم للإسماعيلي إنه طبيعي يبقى بينافس الأهل والزمال الكبيرة بقى فوق بس في مركز جاي دي التصوري هاللوقتي في الاثناشر لا إحساسي ممكن يوصل تامن سابع والله أعلم لسه فيه مباريات بس أنا تصوري للإسماعيلي هيختم الموسم كده موسيقى